أهلا بكم من جديد أحرزت مملكة البحرين المركز الخامسة والسبعين عالمياً والسابعة عربياً بمؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرنشايز وذلك لعام 2019 وجاءت ألمانيا بالمركز الأول عالمياً ومن بعدها المملكة المتحدة هذا وجاءت الامارات بالمركز السادس والعشرين عالمياً والأولى عربياً ويعتمد المؤشر على القوى الشرائية فكلما زاد الدخل المتاح للعملاء المحتملين ازدادت فرص تحقيق مبيعات وأرباح وعوائد أعلى بالإضافة إلى أفاق النمو السوقي وحجم السوق حيث كلما زاد حجم السكان أو الاقتصاد كانت العوائد المحتملة أفضل أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشروع فرصتي والذي يعد فرصة لتطوير مهارات موظفي الجهات الحكومية وذلك بغية تحسين قدرة الموظفين بالقطاع الحكومي على التنفسية الشاملة في مجالات التقنية فضلا عن تزويدهم بأحدث المهارات اللازمة لتمكينهم من مواكبة عملية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات المتزايدة والتي يفرضها الاقتصاد الرقمي العالمي ونتابع الآن أبرز موشرة أو أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مع إغلاقات أسواق المال لنهاية تعقدات اليوم نبدأ مع بورصة البحرين فقد تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.41% وأقفلت عند مستوى 1536 نقطة حيث شهدت اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.277.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 975 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 77 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على سم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية فكما نتابع السوق المالية السعودي أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.34% بإقفال عند مستوى 8285 نقطة بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة طفيفة بنسبة 0.01% وأقفلت عند مستوى 6527 نقطة سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على ارتفاع كان الأكبر في أقفلت اليوم بنسبة 2.67% مقفلة عند مستوى 5130 نقطة أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة تقارب 18 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 2751 نقطة أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة 17 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 3954 نقطة تستعد السوق السعودية هذا الأسبوع لتكون محط أنظار المستثمرين الأجانب بعد تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لارتفع بذلك وزنها في المؤشر من 1.45% إلى 2.83% ومن المتوقع أن تتجاوز التدفقات إلى السوق السعودية هذا الأسبوع 6 مليارات دولار وعندما تمت المرحلة الأولى من انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI في شهر مايو الماضي قفزت تداولات الأسهم السعودية إلى نحو 8 مليارات دولار في يوم واحد وتسجل أكبر قفزة في 13 عاما أشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل محكمة أمريكية تغرم جونسون أن جونسون 572 مليون دولار لدورها في أزمة الأفيون توصلت كل من فرنسا والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السابع إلى اتفاق لإنهاء أزمة فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت الكبرى وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترام قد هدد بفرض إجراءات انتقامية بعد أن فرضت فرنسا ضريبة بنسبة 3% على عائدات الخدمات الرقمية في فرنسا والتي طالت الشركات الأمريكية الكبرى في هذا المجال وبحسب ماكرون سيكون بإمكان الشركات التي تدفع هذه الضريبة خصم ما دفعته بمجرد إبرام اتفاق دولي بداية العام المقبل حول كيفية فرض ضريبة رقمية دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسلوب الذي يتبعه لإجبار الصين على إبرام اتفاق تجاري وقال إنه أسلوب يحقق له نتائج التي يرجوها كرجل أعمال وتعرض ترامب للنقد والتشكيك جراء أسلوب تفاوضه الذي يجعله يشيد يوما بالرئيس الصيني شي جين بينك ويهاجمه في اليوم التالي ونوها صحفي خلال مؤتمر صحفي اختتم به ترامب مشاركته في قمة مجموعة السبع إلا أن الحلفاء يشكون أن ذلك يسهم في خلق عدم استقرار بنسبة لهم ولأمم أخرى ورد ترامب أنه آسف ولكن هذه طريقته لأتفاوض أما في الصين يتجه اليوان إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في 25 عاما خلال شهر أغسطس الجاري حيث أن تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يضر ثقة المستثمرين وشهدت العملة الصينية خسائر بنحو 3.9% مقابل الدولار الأمريكي في شهر أغسطس الجاري حتى الآن وكانت العملة الخضراء كسرت حاجز السبع يوانات للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في ظل تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية موسكو في جي بايير أنه يتعين على لندن احترام تعهداتها المالية مع الاتحاد الأوروبي حتى لو غادرت الاتحاد دون اتفاق ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن غير ملتزمة قانونا بدفع مبلغ 39 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي في حال مغادرتها له دون اتفاق وجاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في قصر الإلزيه حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كافي لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل موعد نهائي ينقضي في 31 من أكتوبر القادم ونترككم الآن مع أبرز مشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعدن الرئيسية قررت محكمة أمريكية تغريم شركة الأدوية العالمية جونسون أن جونسون 572 مليون دولار لدورها في تصاعد أزمة إدمان الأفيون في وكلة أوكلهاما الأمريكية وكانت هذه القضية هي الأولى التي تحال إلى المحكمة بين ألاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصنعي وموزعي ألافيون وتوصلت السلطات في وكلة أوكلهاما الأمريكية إلى تسوية مع شركة بوردو فارما الأمريكية المنتجة لدواء الأكسي كونتين تضمنت سداد الشركة 270 مليون دولار علاوة على تسوية بقيمة 85 مليون دولار مع شركة تيفا فارما كيوتيكال لتكون جونسون أن جونسون هي المتهمة الوحيدة التي فرضت عليها قرامة بحكم محكمة